تقدم فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأطيب التهاني إلى الرئيس السيسي وإلى الشعب المصري والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذا وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته أن يجعله الله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعمى الخير والبركات على الإنسانية جمعاء مؤكدا أن العيد فرصة طيبة للتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والتسامح والود ووصلة الرحم بينهما دعيا إلى اختنام هذه المناسبة الطيبة لإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمصدعفين والمحتاجين متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام الطيبة على مصر الغالية وهي في تقدم ورخى وأن ينعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام ترجمة نانسي قنقر